اكدت وزارة الخارجية ان مملكة البحرين التعرب عن ادانتها للعملية العسكرية التي تعرضت لها الجمهورية الاسلامية الايرانية تعبر عن قلقها العميق زاء استمرار تصاعد التوترات والعمليات العسكرية في منطقة الشرق الاوسط محذرة من تداعياتها الخطيرة على المدنيين الابرياء وتفاقم الوضع الانساني الكارثي وجددت الوزارة دعوة المملكة للمجتمع الدولي للاطلاع بمسؤوليته بشأن الوقف الفوري والشامل والدائم لاطلاق النار في المنطقة وتحث جميع الاطراف المعنية بضبط النفس وإعطاء الاولوية لخفض التصعيد للحيلول دون تساع رقعة الحرب والصراع وتؤكد على ضرورة احياء مفاوضات السلام لتحقيق الامن والاستقرار الاقليميين والحفاظ على حقوق شعوب المنطقة كافة في العيش الكريم بامان وسلام وازدهار وتؤكد وزارة الخارجية على ضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار في قطاع غزة وجنوب لبنان وتدعو إلى حماية المدنيين وعودتهم الامنة إلى ديارهم وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وإصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وتطبيق قرارات المجلس الأمن الدولي ذات الصلاة بالوضع في غزة والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بشأن لبنان والالتزام باتفاق الطائف وإنهاء دائرة العنف والتصعيد المتبادل بما يحفظ السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم ترجمة نانسي قنقر